أعلنت شركة الحوسب الصحية أسماء الفرق الفائزة في مصابقة أكاديمية حكيم السنوية الرابعة للجامعات الأردنية التي نظمتها أكاديمية حكيم الذراع التعليمي لشركة الحوسب الصحية بالتعاون مع مركز الملكة رانيا للريادة وسلم أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس نادر ذنيبات الجوائز للفرق الفائزة وتضمنت المصابقة في مرحلتها الأولى عرضاً لـ 32 مشروعاً متخصصاً في المعلوماتية الصحية قدمها طلبة من 11 جامعة أردنية أمام لجنة تحكيم مكونة من شركة الحوسب الصحية وفي المرحلة النهائية أعلنت لجنة تحكيم المكونة من الحوسب الصحية ومثلين عن القطاعين الصحي والتكنولوجي أسماء الفرق الفائزة وهي مشروع سند في المركز الأول ومشروع بلس في المركز الثاني ومشروع سكنكير في المركز الثالث وذلك بعد تأهل عشرة مشاريع في هذه المرحلة نحن اليوم مجتمعين بهدف مسابقة أكاديمية حكيم وهي تعقد للمرة الرابعة وهذه مبادرة جيدة من شركة الحوسب الصحية هدفها الأول والأخير هو تعزيز مفهوم الابتكار والاختراع نحن صحيح في شركة الحوسب الصحية نقوم بتطبيق برنامج حكيم على مستوى مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية لكن الآن منعزز فكرة ريادة الأعمال لدى طلاب الجامعات اللي صار بمقدورهم اليوم أنهم يقدموا إنجازات في مجال قطاع الصحة شعورنا بعد المسابقة كثير أنه يعني مفتخرين بحالنا أنه رب العالمين عطنا نتيجة لبعد هذا التعب الكثير اللي صار